السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بحل وشرح عدة نماذج لاختبار النهائي للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول وهذه النماذج هي من عمل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية جزاهم الله كل خير وبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معي في القناة ونبدأ باسم الله بالنموذج الأول لدينا في السؤال الأول composition وهو موضوع التعبير المطلوب من الطلاب والطالبات كتابة موضوع تعبير عن your trip عن رحلتك يمكنك أيضا استخدام الكلمات المساعدة هذه في كتابة الموضوع ننتقل إلى السؤال الثاني وهو reading comprehension لدينا هنا قطعة خارجية على الطلاب والطالبات قراءة هذه القطعة وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة سأقوم بقراءة السؤال والبحث عن الإجابة في القطعة answer the following question علينا أن نجب على هذا السؤال when does Nelly watch TV؟ متى تشاهد Nelly التلفاز؟ هنا ذكر she watches TV at 10 o'clock إذن سنكتب she watches TV at 10 o'clock ننتقل إلى true or false علينا أن نكتب إما صح أو خطأ number one this text is about Nelly's daily routine هذا النص يتحدث عن روتين Nelly اليوم ياس إنها إجابة صحيحة فقد ذكر أنها gets up at 6 o'clock in the morning تستيقظ في الساعة السادسة صباحا she takes a shower and puts on her clothes تأخذ حماما وترتدي ثيابها then she eats a breakfast at half past six وبعد ذلك تتناول فطورها في الساعة السادسة والنصف at 7 o'clock she drives her car to the hospital وفي الساعة السابعة تقود سيارتها وتذهب إلى المستشفى she starts work at 8 o'clock تبدأ عملها في تمام الساعة الثامنة إذن هذا روتينها اليوم إذن هي إجابة صحيحة number two Nelly takes a shower once a day Nelly تأخذ حماما أو تستحم مرة في اليوم لا إنها إجابة خاطئة فهي تستحم قبل أن تذهب للعمل وأيضا هنا بعد أن عادت من العمل she takes a shower and cooks dinner إذن هي تستحم مرتان في اليوم number three Nelly works for three hours Nelly تعمل لمدة ثلاث ساعات أيضا هي إجابة خاطئة فهي تبدأ وعملها في تمام الساعة الثامنة وتعود إلى المنزل في تمام الساعة الخامسة إذن تعمل تقريبا لمدة تسع ساعات إذن هي إجابة خاطئة ننتقل إلى السؤال الرابع Nelly wears hair clothes before breakfast نيلي ترتدي ثيابها قبل الفطور yes إنها إجابة صحيحة فقد قالت أنها put on hair clothes ترتدي ثيابها then she eats breakfast وبعد ذلك تتناول الفطور number five Nelly likes to read novels before sleeping نيلي تحب أن تقرأ الروايات قبل أن تنام لا إنها إجابة خاطئة فهي تشاهد التلفاز بعد ذلك تذهب إلى النوم ننتقل إلى السؤال التالي choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة أيضا فيما يتعلق بالنص نيلي goes to her work buy car نيلي تذهب إلى عملها بسيارتها number two نيلي has breakfast at 6.30 نيلي تتناول فطورها في تمام الساعة السادسة والنص number three نيلي has dinner at home نيلي تتناول عشاءها في المنزل هنا ذكر at home she takes a shower and cooks dinner she has dinner at half past six in the evening إذن هي تتناول عشاءها في المنزل number four look after means look after تعني الرعاية والاهتمام إذن take care تهتم بشخص وترعى number five she in line five refers to الضمير she في السطر الخامس يعود على من؟ يعود على نيلي ننتقل إلى grammar القاعدات choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة مرام usually gets a haircut every two months مرام غالبا ما تقوم بقص شعرها كل شهران إذن هذا عادة تقوم بها إذن زمن المضارع البسيط بعد usually وبعد الإسم المفرد نختار الفعل المضاف إليه S number two رنى and هدى are friends neither of them is a teacher رنى وهدى هم صديقات لا أحد منهم هو معلم لماذا هنا اخترنا neither ولم نختر both لأن neither تأتي معها دائما البرب to be is الدال على المفرد أما both فيأتي معها دائما are number three جنا لعبت التنس البارحة هنا هذه الجملة في الزمن الماضي ظهرت yesterday إذن سنختار الفعل في الزمن الماضي number four I am going on vacation in August أنا ذهبت في عطلة في شهر أغسطس دائما إن تأتي مع أشهر السنة number five maybe I will leave early in the morning ربما أنا سوف أغادر باكرا في الصباح شيء سنفعله في المستقبل إذن سنختار will والفعل بصورته الأصلية الدالة على المستقبل number six Muslims walk around the kaba المسلمين يمشون حول الكعبة number seven Hannah is staying up late to do her homework إذن هنا تبقى متأخرة كي تحل واجباتها إذا سألنا لماذا ستبقى هنا متأخرة فإن السبب لتحل لذا سنختار to do number eight I am studying English because I love languages أنا أدرس اللغة الإنجليزية لأنني أحب اللغات number nine he cut himself yesterday هو قطع نفسه البارحة إذن هنا اخترنا himself لأنها الضمير الذي يأتي مع المفرد المذكر هنا he عائد على مفرد مذكر وهم سل أيضا يعود على المفرد المذكر number ten there are a few monkeys at the zoo هناك القليل من القرود في حديقة الحيوانات لماذا اخترنا a few؟ لأنها تأتي مع الاسم المعدود الذي يظهر به الس الجمع هنا monkeys هو اسم معدود little تأتي مع الاسم الغير المعدود ومطش أيضا تأتي مع الاسم الغير المعدود وإني مع النفي ننتقل إلى do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوبة الأول correct the mistake علينا أن نصحح الكلمة الموضوع تحتها خط is there something I can help you with؟ هل هناك أي شيء يمكن أن أساعدك به؟ هنا في السؤال لا نسأل بsomething إنما نسأل بanything any دائما تأتي في السؤال أو في الجملة المنفية number two المطلوب make yes no question علينا أن نكون سؤالا إجابته إما yes أو no من الجملة التالية ديما زارت عمها نهاية الأسبوع الماضي هنا هذه الجملة في الزمن الماضي والفعل جاء في الزمن الماضي إذن سنسأل بdid نقول did Dima visit her uncle last weekend هنا الفعل visited سيصبح visit لوجود did في السؤال number three المطلوب use often علينا أن نستخدم often يارا washes the dishes after dinner سنقول يارا often دائما often تأتي بعد الفاعل وقبل الفعل ننتقل إلى السؤال التالي عن vocabulary المفردات write the words under the pictures علينا أن نكتب الكلمات التالية تحت الصور condiment تعني البهارات الصورة المناسبة هي هذه سنكتب condiment هنا vaccination التطعيم الصورة المناسبة هي هذه سنكتب vaccination هنا infant الطفل الرضيع هذه الصورة المناسبة vegetarian النباتي وهو الذي يأكل فقط الخضروات هذه الصورة المناسبة classify the words علينا أن نصنف الكلمات التالية في الجدول حسب ما يناسبها لدينا vegetables الخضروات fruit فواكه diary products منتجات الألبان seafood المأكولات البحرية watermelon هو البطيخ من الفواكه fruit shrimp الربيان من المأكولات البحرية parsley البقدونس من vegetables الخضروات cheese الجبن من منتجات الألبان ننتقل إلى choose the correct answer to fill in the blank in each question علينا أن نختار أيضا الإجابة الصحيحة لدينا كلمة unique ماذا تعني means special unique تعني الفريد أو الوحيد وهو special المميز أريد أن أدرس في الخارج في كندا I check my mailbox every five days أنا أتفحص إيميلي كل خمسة أيام number four خالد regularly chats online he is an internet addict خالد باستمرار يتحدث أو يقوم بعمل شات على الإنترنت إذن هو مدمن للإنترنت ننتقل إلى circle the odd word علينا أن نضع دائرة حول الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة المجموعة الأولى لدينا grill showy rice أرز fry قلي steam تبخير جميعهم طرق للطبخ ما عدا كلمة rise تعني الأرز لا تنتمي إلى المجموعة number two لدينا ticket تذكرة سفر passport جواز السفر stranger الغريب boarding pass بطاقة صعود الطائرة جميعهم كلمات لهم علاقة بالسفر معدى كلمة stranger ننتقل إلى orthography قواعد الإملاء choose the correctly spelled word علينا أن نختار الكلمة التي كتبت بالشكل الصحيح كلمة الأولى هي ingredient وتعني مكونات الكلمة التي كتبت بالشكل الصحيح هي هذا كلمة الثانية leadership وتعني القيادة كلمة التي كتبت بالشكل الصحيح هي هذا لدينا challenging وتعني التحدي كلمة التي كتبت بالشكل الصحيح من بين المجموعة هي هذا وأخيرا لدينا identify تعني التعريف كلمة التي كتبت بالشكل الصحيح هي هذا ننتقل إلى complete the missing letters علينا أن نكمل الأحرف التي تنقص الكلمات التالية number one هي حاولت قدر استطاعتها أو أفضل ما عندها كي تحل المشكلة solve ينقصها حرف you did an outstanding job on the project أنت قمت بعمل رائع ومميز على هذا المشروع هنا outstanding understanding ينقصها حرف ال N number three the city has a warm climate المدينة بها مناخ دافئ climate تعني مناخ ينقصها حرف ال A Sarah needs some lettuce and tomatoes to make a salad سارة تحتاج بعض الخس والطماطم كي تقوم بعمل السلطة lettuce ينقصها حرف ال U ننتقل الآن إلى حل النموذج الثاني السؤال الأول هو composition أي موضوع تعبير على جميع الطلاب والطالبات كتابة موضوع تعبير عن your lifestyle عن نظام حياتك اليومي ويمكنكم استخدام هذه الكلمات كي تساعدكم في كتابة الموضوع الخاص بكم ننتقل إلى السؤال الثاني وهو reading comprehension أي قطعة خارجية على الطلاب والطالبات قراءة القطعة وبعد ذلك الإجابة على هذه الأسئلة السؤال الأول علينا أن نضع إما صح أو خطأ number one people don't like أحمد هل الناس لم يكونوا يحبون أحمد no إنها إجابة خاطئة they like أحمد إذن الإجابة خاطئة number two أحمد goes to bed very late أحمد يذهب إلى النوم متأخرا جدا نعم إنها إجابة صحيحة لأن أحمد comes back home at eleven o'clock at night يعود أحمد إلى منزله الساعة الحادي عشر مساء he has dinner وبعد ذلك يتناول غداءه ثم يذهب إلى النوم goes to bed فهذا وقت متأخر جدا number three oranges and apples are fruit هل البرتقال والتفاح من الفواكه yes إنها إجابة صحيحة ننتقل إلى السؤال الثاني أيضا من القطعة choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة number one أحمد closes his shop every sunday إذن أحمد يغلق محله كل يوم أحد every sunday he closes his shop إذن سنختار الفعل closes number two I have fish for dinner tonight أنا سأتناول السمك في العشاء الليلة لماذا اخترنا العشاء؟ لأن العشاء هو الذي يكون في المساء ليس lunch الغداء ولا breakfast الفطور number three we can keep tame animal on the bed يمكننا أن نضع الحيوان الأليف على السرير هذا السؤال ليس له علاقة بالقطعة لا يوجد هنا في القطعة إنما هو سؤال إضافي يمكن إلغاؤه ووضع سؤالا آخر له علاقة بالقطعة ننتقل إلى قسم الجرامر القاعدة choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة number one I always do my homework in the afternoon أنا دائما أحل واجباتي في الظهيرة إذن هذه جملة مضارع بسيط في جملة المضارع البسيط إذا ظهر ضمير الفاعل I أو they أو we أو you دائما نختار الفعل بدون أي إضافة وأيضا كلمة always تدلنا على المضارع البسيط أما إذا ظهرت هي وشي وأت فإننا سنختار الفعل المضاف إليه متى نختار الفعل المضاف إليه I-N-G إذا سبقه الverb to be is أو am أو are number two neither of them is a teacher ولا واحد منهم هو معلم لماذا اخترنا neither؟ لأن في الجملة ظهرت is وis تدل على المفرد وقلنا أن neither دائما تأتي مع المفرد أما all وبوث فيأتيان مع الجمع number three علي is writing the lesson إذن علي يكتب الدرس هنا لماذا اخترنا الفعل المضاف إليه I-N-G؟ لظهور الverb to be is number four there is some juice هناك بعض العصير لماذا اخترنا some ولم نختر any؟ لأن some تأتي مع الجملة المثبتة أما any فتأتي مع الجملة المنفية أو في السؤال ننتقل إلى do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواص المطلوب الأول correct علينا أن نصحح الكلمة الموضوع تحتها خط number one he is going to Paris to study French وليس studying دائما بعد two يأتي الفعل بصورته الأصلية إذن هو ذاهب إلى باريس ليدرس الفرنسية number two المطلوب make a negative علينا أن ننفي هذه الجملة عمر will go to school tomorrow عمر سوف يذهب إلى المدرسة غدا في النفي دائما تأتي not بعد will واختصارها want أو ممكن أن نكتبها will not إذن عمر won't go to school tomorrow ممكن أن نكتب كامل الجملة مع النفي number three المطلوب use how many علينا أن نستخدم how many في السؤال سنبدأ بhow many وبعدها الإسم المعدود وهو x لدينا you و need و do و x سنقول how many eggs do you need ونضع علامة الاستفهام ننتقل إلى الفوكابلوري المفردات find the odd words علينا أن نجد الكلمة التي لا تنتمي للمجموعة لدينا number one salmon السالمون crab السلطعون وكلمة تكسي هي سيارة التكسي لا تنتمي للمجموعة لأن كلاهما من الحيوانات البحرية number two لدينا car سيارة وكاروت جزر وونيون بصل كاروت وونيون كلاهما من الخضروات أما كار فلا تنتمي للمجموعة number three لدينا beef لحم البيف spoon ملعقة chicken الدجاج كلاهما من اللحوم أما spoon لا تنتمي للمجموعة number four لدينا mango المانجة orange البرتقال كلاهما من الفواكه أما pen تعني القلم لا ينتمي للمجموعة ننتقل إلى write the correct word under each picture علينا أن نكتب الكلمة الصحيحة تحت كل صورة الكلمة الأولى لدينا salad الصلطة سنكتبها تحت طبق الصلطة shrimp الربيان سنكتبها تحت صورة الربيان suitcase حقيبة يد سنكتبها تحت حقيبة اليد passport جواز السفر هنا سنكتبه تحت جواز السفر infant البيبي سنكتبها تحت الطفل هنا cheese الجبن سنكتبها هنا تحت الجبن هنا cheesecake هي حلوة cheesecake لا يوجد لها صورة إنما هي كلمة إضافية ننتقل إلى السؤال التالي choose the missing letter علينا أن نختار الحرف الناقص للكلمة number one لدينا tomatoes إذن الطماطم كلمة tomatoes ينقصها حرف T number two لدينا avocado avocado كلمة avocado ينقصها حرف V number three pilot الطيار ينقصها حرف L number four gym النادي الرياضي ينقص كلمة gym حرف M write the missing letter علينا أن نكتب الأحرف التي تنقص الكلمات لدينا الكلمة الأولى soup الشربة تنقص كلمة soup حرف U لدينا هنا package حقائب تنقص كلمة package حرف G لدينا هنا لحم stick تنقص كلمة stick حرف T وهنا لدينا الزبادي yogurt تنقص كلمة yogurt حرف R السؤال الأول هو أيضا composition موضوع التعبير على جميع طلاب الطالبات كتابة موضوع تعبير عن how to make a cup of tea كيف نقوم بعمل كوبا من الشاي باستخدام هذه الخطوات ننتقل إلى السؤال الثاني reading comprehension هو عبارة أيضا عن قطعة خارجية سيقوم الطالب والطالب بقراءة القطعة وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة السؤال الأول what does Sarah visit ماذا زارت Sarah Sarah visits the school library إذن هي زارت مكتبة المدرسة Sarah visits the school library إذن سنختار كلمة library number two Sarah wrote a very good note إذن أيضا من القطعة Sarah wrote a very good note إذن سنختار كلمة note number three is Sarah interested in English books هل سارة كانت مهتمة بالكتب الإنجليزية هنا كتب أن Sarah interested in geography books إذن الإجابة هي no she is not number four the headmaster was happy to read Sarah's note أيضا هنا the headmaster was happy to read Sarah's note إذن الإجابة هي happy number five the headmaster gave Sarah some books as a gift إذن she gave her some books as a gift إذن سنختار كلمة books number six the pronoun she in the line four refers to الضمير she في السطر الرابع يعود على من نذهب إلى الضمير هنا إذا قرأنا النص سنجد أن الشي عائد على سارة إذن سنختار سارة ننتقل إلى السؤال التالي correct choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة I eat a few carrots أنا تناولت القليل من الجزر لماذا اخترنا فيو لأن فيو تأتي مع الأسماء المعدودة والمضاف إليها أما لتل فتأتي مع الأسماء الغير معدودة وإني تأتي مع الجملة المنفية number eight I go to school at 7 a.m دائما تأتي مع الوقت يعني أنا ذهبت إلى المدرسة في تمام الساعة السابعة صباحا إذن إذا جاء وقت فإننا نستخدم معها دائما at in تأتي مع أشهر السنة on تأتي مع أيام الأسبوع number nine I rarely drink coffee أنا نادرا ما أشرب القهوة لماذا اخترنا الفعل بدون أي إضافة لوجود ضمير الفاعل I مع ضمائر الفاعل I وthey وyou وwe يأتي الفاعل بدون أي إضافة في جملة المضارع البسيط أما مع هي وشي وقت فنختار الفاعل المضاف إليه S number ten I used to play with toys أنا أعتدت أن ألعب بالألعاب دائما بعد used to يأتي الفاعل أيضا بدون أي إضافة number eleven how much milk do you drink كم هي كمية الحليب التي شربتها لماذا اخترنا how much لأن how much دائما نسأل به عن الغير معدود وهنا milk هو اسم غير معدود ولا يوجد به S الجمع how many نسأل به عن المعدود المضاف إليه S number twelve I don't have anything for lunch أنا ليس لدي أي شيء للغداء لماذا اخترنا anything لأنها دائما تأتي مع الجملة المنفية number thirteen he likes to look at himself in the mirror هو يحب أن ينظر إلى نفسه في المرآة ونخترنا ضمير himself المناسب لضمير الفاعل he ننتقل إلى choose true for true statements and false for false statements إذن علينا أن نختار صح للعبارات الصحيحة وfalse للعبارات الخاطئة number one someone who exercise a lot is exercise freak الشخص الذي يتمرن كثيرا هو محب جدا للتمارين yes إنها إجابة صحيحة number two prince sultan flew abroad the space shuttle discovery هل قام الأمير سلطان بإطلاق سفينة استكشافية للفضاء yes إنها إجابة صحيحة number three the opposite of the word poor is busy هل عكس كلمة poor وتعني فقير هي كلمة busy وتعني مشغول no إنها إجابة خاطئة عكس poor rich أو wealthy ننتقل إلى السؤال التالي match each word with the word that has the same correct meaning علينا أن نصل الكلمات بمعانيها الصحيحة number one give to charity عندما نعطي للجمعيات الخيرية هذا يعني donate أي تبرع إذن هنا be number two an arrangement to meet هو تنظيم كي نتقابل أو مقابلة شخص ما هذا يعني appointment وهو الموعد ننظم موعد كي نتقابل number three supported someone to succeed أن تدعم شخصا ما كي ينجح هذا يعني encourage أي تشجيع الشخص number four a baby هو الطفل الصغير أي infant تعني baby ننتقل إلى choose the correct spelling علينا أن نختار الإملاء الصحيح للكلمة I enjoy eating bread bread هو الخبز أنا أستمتع بتناول الخبز الكتابة الصحيحة لكلمة bread هي هذا I buy a new suitcase إذن حقيبة يدوية جديدة أنا اشتريت حقيبة يدوية جديدة suitcase ننتقل إلى choose the missing letters علينا أن نختار الحرف الناقص الصحيح my mother finished here an avocado juice أمي انتهت من تحضير عصير الavocado ينقص كلمة avocado حرف ال-o وال-c he got his flight ticket هو حصل على تذكرة سفره كلمة ticket ينقصها حرف ال-c وال-k والcomposition أي التعبير write a paragraph about your favorite dish المطلوب أن نكتب موضوعا تعبيريا عن الطبق المفضل لدينا بالإجابة على هذه الأسئلة what do you think about food and why we need it ما هو رأيك بالطعام ولماذا نحتاجه what some things that you can cook ما هي الأشياء التي تستطيع طبخها what do you usually have for breakfast ماذا تتناول عادة في الفطور what is your favorite dish why وما هو طعامك المفضل ولماذا طبعا أي تعبير نبدأ بكتابة العنوان العنوان يكون كل كلمة بالكبتال لتر مع ذلكلمات مثل and وفور هي a proposition تكون بالسمال لتر هنبدأ التعبير بالترك مسافة خمسة أحرف ثم نبدأ أول جملة بالكبتال لتر ونضع بعد نهاية الجملة نقطة وأيضا نبدأ الجملة التي تليها بالكبتال لتر إذن جميع الجمل يجب أن تبدأ بأحرف كبيرة السطر الذي يليه يبدأ من بداية السطر حتى ننتهي من الموضوع بهذا الشكل ننتقل إلى reading comprehension أي الفهم والاستيعاب read the following passage then answer the questions علينا أن نقرأ هذه القطعة ونجيب على الأسئلة سنبدأ بالإجابة على السؤال والبحث عنه في القطعة number one when was prophet محمد born متى ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنبحث عن الإجابة prophet محمد was born in mecca in 571 AD number two prophet محمد was an orphan إذن كان النبي يتيم he was an orphan choose the right answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة his mother died when he was a child of six الإجابة سنجدها هنا died when he was a child of six prophet محمد died in مدينة أيضا الإجابة موجودة هنا put true or false علينا أن نضع إما صح أو خطأ his grandfather was عبد الله هنا he lives with his grandfather عبد المطلب إذن الإجابة خاطئة he lives with his uncle طبعا الإجابة خاطئة فقد عاش مع جده عبد المطلب ننتقل إلى السؤال التالي choose the correct word اختر الكلمة الصحيحة she always drinks tea in the morning لماذا اخترنا drinks؟ لأنه في زمن المضارع البسيط بعد she وهي و it دائما نختر الفعل المضاف إليه s هنا أيضا always تدل على زمن المضارع البسيط أي شيء تفعله باستمرار وبشكل روتيني number two neither of them is a teacher لا أحد منهم هي معلمة إذن لماذا اخترنا neither؟ لأن الفعل في الجملة دل على مفرد جاء is وليس are إذا جاءت are فإنه يدل على الجمع فسنختار وقتها بما أن is تدل على المفرد إذن سنختار neither لأن neither دائما دالة على المفرد she used to play with toys بعد used to دائما يأتي الفعل مجرد بدون أي إضافة it will rain soon أيضا بعد will والتي تدل على المستقبل يأتي الفعل مجرد بدون أي إضافة how many bananas do you have؟ لماذا اخترنا many؟ لأن many تأتي مع الاسم المعدود هنا bananas اسم معدود وأضيف إليه s الجمع I eat a few carrots القليل من الجزر أيضا اخترنا few لأنها تأتي مع الاسم المعدود وهنا carrots معدودا ووضع له s الجمع أما little وmatch فتأتي مع الاسم الغير معدود نوال cut herself while she was peeling the potatoes هنا herself تعود على نوال myself تعود علي أنا ourself تعود علينا نحن إذن هنا بما أننا نتحدث عن نوال إذن سنختار hair self match المطلوب أن نصل كله كلمة في العمودة الأول مع ما يناسبها من العمودة الثانية هنا لدينا infant وهو الطفل حديث الولادة إذن a baby unique تعني فريد وخاص special exercise freak أي أنه مهوز بالرياضة والتمارين someone who exercise a lot هو شخص يتمرن بكثرة match the word with a suitable picture علينا أن نصل كل كلمة بالصورة المناسبة package أي حقائب السفر سنكتبها هنا pineapple الاناناس herbal العشاب cheese الجبن write the missing letters اكتب الحرف الناقص هنا لدينا كلمة suitcase أي حقيبة السفر الصغيرة إذن الحرف الناقص لسود case هو حرف الإس flight الرحلة حرف الناقص في النهاية حرف التي board pass تذكرت عبورة طائرة كلمة board ينقصها حرف الأو bridge تعني الغني حرف الناقص هو حرف السي لأن السي مع اله يلفظ ت ننتقل إلى حل النموذج الثاني السؤال الأول أيضاً عن التعبير علينا أن نكتب موضوعاً عن كيفية صنع ملتشك الموز وذلك بالإجابة على هذه الأسئلة كي نصنع الملتشك أولاً علينا peel three bananas أن نقشرة ثلاثة موزات Next cut up the bananas أن نقطعها After that put the bananas into the blender أن نضعها في الخلاط Then وبعد ذلك pour the milk into the blender سنضع الحليب نقطعها After that put the bananas into the blender أن نضعها في الخلاط Then وبعد ذلك pour the milk into the blender سنضع الحليب في الخلاط Next يليه turn on the blender سنشغل الخلاط Finally وفي النهاية drink the banana milk shake سنقوم بشرب milk shake الموز وسنكتب موضوع التعبير بالخطوات التي ذكرتها في التعبير السابق Comprehension أيضاً فهم الاستيعاب Read the passage then answer the question سنقوم بقراءة هذه القطعة والإجابة على الأسئلة Choose the correct answer سنختار الإجابة الصحيحة Cat live for about سنبحث عن هذه الجملة في القطعة They live they عائد على الكات For about 12 to 15 years إذن من 12 إلى 15 عاماً Cat eats animals like mice and birds إذن سنختار mice و birds Cat sleeps hours a day كم عدد الساعات التي تنام فيها القطة؟ سنبحث أيضاً عن هذه الإجابة Sleeps 14 to 18 hours a day إذن سنختار 14 to 18 Cats are good at القطة هي جيدة في ماذا؟ Cats are good at running and climbing إذن سنختار running Choose the correct answer true or false علينا أن نختار الإجابة إما صح أو خطأ Cats like water هل تحب القطة الماء؟ Cats don't like water إذن لا تحب الماء إذن هي إجابة خاطئة False Cats like hunt animals تحب الكات استياد الحيوانات Yes الإجابة صحيحة Cats like to hunt إذن هي إجابة صحيحة Choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة She drinks much coffee لماذا اخترنا much؟ لأنها تأتي مع الاسم الغير معدود وهنا القهوة هي غير معدودة He didn't have any eggs وليس لدي أي بيض لماذا اخترنا any؟ لأن الجملة منفية I am going to watch TV this morning لماذا اخترنا watch؟ بدون أي إضافة لأنه بعد going to يأتي الفعل بدون أي إضافة All of them are doctors لأننا نتحدث عن الجميع عن مجموعة إذن سنختار are I will go to Mecca in 1443 I eat few carrots لماذا اخترنا few؟ لأن few تأتي مع الاسم المعدود كما ذكرت أما little فتأتي مع الاسم الغير معدود وتعني قليلا The past form from this verbs ما هو الزمن الماضي لهذا الفعل؟ Cook الماضي منه هو cooked vocabulary كل صورة سنختار الكلمة التي تناسبها هنا لعبة التركيب وتعني puzzle الربيان ويعني الشرم حقيبة السفر Suitcase التوأم Twins الهاتف الخلوي Silphone وفاكهة البابايا أيضا تدعى بابايا Choose the right opposite of this word علينا أن نختار الكلمة المضادة لهذه الكلمة أو عكسها عندما نقول arrive تعني وصول Departures تعني مغادرة إذن عكس وصول هي المغادرة ننتقل إلى orthography أي الإملاء Choose the correct letters علينا أن نختار الحرف الصحيح هنا passport جواز السفر تنتهي بحرف T Blood تعني الدم تبدأ بحرف B Carrots الجزر حرف الناقص هو حرف T Serial حبوب القمحة أو الكورنفليكسة ينقصها حرف A والآن انتهيت من حل هذا النموذج هناك العديد من نماذج اختبار الإنجليز النهائي للصف الثالث المتوسط على الطلاب والطالبات المذاكرة جيدا ومشاهدة فيديوهات المراجعة ونماذج الاختبار وبعدها سيتمكنون من حل الأسئلة بأنفسهم الأسئلة شكرا